تدخل باريس بقوة على خط القرصنة الحوثية للملاحة الدولية اليوم حملت الخارجية الفرنسية جماعة الحوثي المسؤولية عن التصعيد في البحر الأحمر وبالتالي عن النتائج التي يجرها هذا التصعيد على حرية الملاحة والتجارة العالمية يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة الأركان الفرنسية أن البحرية الفرنسية دمرت ليلا مسيرتين في البحر الأحمر انطلقتا من اليمن فيما هددت جماعة الحوثي في اليمن بأنها ستواصل هجماتها إعلام الحوثي تحدث عن أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذت أربع غارات على منطقة الجبان غرب محافظة الحديدة في اليمن فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن إسقاط ست مسيرات للحوثيين في البحر الأحمر كاشفة أن ساروخ للحوثيين أصاب ناقلة مملوكة لجهة بريطانية ما تسبب في إصابة شخص بشكل طفيف وأضرار فيما خرج زعيم الحوثيين قائلا إن سلاح الغواثات أدخل في الهجمات على السفن باتجاه للتصعيد وفي تصريحات خاصة للحدث أكد الناطق باسم الجيش الفرنسي الكولونال بيار غوديليار أن الفرقطات الفرنسية المنتشرة في البحر الأحمر أسقطت عدة مسيرات أطلقها الحوثيون خلال الأسبوع الجاري منذ بداية الأسبوع حصلت عدة هجمات بالمسيرات في البحر الأحمر الفرقطات الفرنسية المنتشرة هناك تصدت لها فأسقطت مسيرتين ليلة الاثنين الثلاثاء ومسيرتين الليلة الماضية ما يجب الانتباه إليه من كل ذلك هو حضور الفرقطات الفرنسية ولكن أيضا الإدراك الحاصل على المستوى العالمي لخطورة التهديد الذي يشكله إطلاق المسيرات على الملاحة البحرية والتجارة العالمية في هذا الإطار تنشر فرنسا وسائل دفاعية في إطار عدة مبادرات من بينها المبادرة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي من باريس ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فرنسا حسين قنيبر أهلا وسهلا بك حسين معنا في التاسعة عشرة مواقف فرنسية متتالية بعد تصديها لضربات مسيرات الحوثي لو تضعنا في تفاصيلها والمتداول حولها فرنسيا أيضا نعم في الواقع في ضوء هذا التصريح الذي أدل به لنا بعض ظهر اليوم المتحدث باسم الجيش الفرنسي والذي بث للتو أوضح الكولونيل بيير جوديليير أن ما يجري في منطقة البحر الأحمر يظهر أنه ثمت وعيا دوليا لخطورة التهديد الذي تشكله الهجمات ضد حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية جدا من العالم أشارت فرنسا إلى ثلاثة تطورات سجلت خلال الأيام الأربع الماضية ليل الاثنين الثلاثاء قامت فرقاطة فرنسية برصد ثم اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقتا من اليمن وكان ذلك ردا على تعرض السفن العابرة من البحر الأحمر لتهديد الأمر نفسه تكرر الليلة الماضية أي ليل الأربعاء الخميس نقوم بذلك في إطار تصميمنا على المساهمة في الحفاظ على ضمان الأمن البحري وحرية الملاحة يكرر المسؤولون الفرنسيون وأيضا كان سجل تطور في التاسع عشر من هذا الشهر عندما اضطرت شركة النقل البحري وتأهيل الموانئ الشركة الفرنسية سي أم آ سي جي أم التي يملكها الملياردير الفرنسي من أصل لبناني رودولف سعادي وهو صاحب سادس ثروة في فرنسا كانت اضطرت في التاسع عشر من هذا الشهر إلى الاستعانة بالبحرية الفرنسية بعد أن غادرت إحدى سفنها وهي سفينة شحن ضخمة حاملة حاويات غادرت من جدة السعودي وبعد توجهها نزولا نحو قناة السويس ثم عبورها البحر الأحمر متوجهة إلى آسيا اضطرت إدارة هذه الشركة سي أم آ سي جي أم إلى الاستعانة بالبحرية الفرنسية تجنبا لتكرار ما كان حصل مع الشركة نفسها عندما تعرضت ثلاث من سفنها مطلع هذا الشهر لهجمات من قبل الحوثيين اضطرت هذه المرة للاستعانة بالبحرية الفرنسية وعبرت سفينة الشحن الضخمة التابعة لشركة الفرنسية البحر الأحمر من دون وقوع أي حادث إذن البحرية الفرنسية منتشرة في البحر الأحمر في المحيط الهندي وفي الخليج العربي الفارسي كما تسميه البيانات الفرنسية لأن باريس تعتبر كل هذه المنطقة تحديدا الممتدة من قناة السويس وهي البوابة الشمالية للبحر الأحمر وصولا إلى باب المندب وهو البوابة الجنوبية له مرورا بخليج عدن ومديق هرمز هذه المنطقة تعتبر منطقة حيوية جدا واستراتيجية للتجارة العالمية يجب حماية السفن العابرة فيها بموجب القانون الدولي يكرر المسؤولون الفرنسيون نعم إذن حسين هذه الضربات أو التصدي الفرنسي المتكرر مؤخرا على هجمات الحوثي قبلها أيضا مع العلم بأن الفرقات الفرنسية كانت حتى متواجدة قبل تحالف الازدهار في البحر الأحمر وبالتالي كيف ينظر إلى الدور الفرنسي في فرنسا من قبل وسائل الإعلام والسلطات في البحر الأحمر نعم سؤالك مناسبة للتذكير بأن فرنسا وقبل عملية أس بي ديس التي أطلقها الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي بقيادة يونانية والتي تساهم فيها فرنسا لكنها تقوم بعمليات أخرى مستقلة وأيضا قبل عملية حارس الازدهار التي أشرت إليها والتي أطلقت في ديسمبر الماضي بقيادة الولايات المتحدة كانت فرنسا تشارك منذ العام 2008 في عملية أوروبية تسمى عملية أتالنتا هدفها حماية الأمن البحري في خليج عدن وفي المحيط الهندي كانت هذه العملية أتالنتا انطلقت عام 2008 وبعدها بـ 12 عاما أي في العام 2020 انطلقت أيضا عملية أجينور بمبادرة فرنسية وأصبحت لاحقا عملية أوروبية تشارك فيها تسع دول بالإضافة طبعا إلى عمليتها حارس الازدهار وأسبيديس كل هذه العمليات الأربع تشارك فيها فرنسا لكنها أيضا تقوم بعمليات خاصة بها من خلال تواجد قطاعها البحرية في البحر الأحمر وأبرزها فرقاطة لونغ دوك التي التحقت بها مؤخرا خلال الأسبوع الماضية فرقاطة الزاس هذا التواجد البحري الفرنسي هدفه الحفاظ على حرية الملاحة قال الرئيس الفرنسي ماكرون ردا على سؤال للعربية خلال مؤتمر صحفي في الإليزي الشهر الماضي إن مقاربتنا في البحر الأحمر دفاعية ونحن نتحمل مسؤولية ذلك أوضح لاحقا مصدر ديبلوماسي فرنسي هذا الكلام بالقول نعم مقاربتنا دفاعية ومستقلة كي لا نعطي الانطباع بأنه ثمت تحالفا غربيا ضد إيران في البحر الأحمر نعم من باريس مدير مكتب الحدث في فرنسا حسين قنيبر شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر